هو أنا عندي كل هذه الحضارة بكل أهميتها وفي نفس الوقت للأسف أنه حتى المناهج الدراسية اللي ممكن تبقى مدخل للولاد الزغيرين منها يبدأوا يعرفوا هويتهم وحضرتهم لم تحتفي لم تهتم اهتماما حقيقيا بحضرتنا الفرعونية وهويتنا المصرية الأصلية ليه كده؟ لأنه فيه فرق بين يعني واخدها مهنة واخدها دراسة واخدها وسيلة للتقسب على أنه يبقى مثلا مرشد سياحي إنما مش واخدها كحب لأنه متعلمش كيف أحبها أدي لك مثل لوحدة في أيرلندا الشمالية رفعت قضية في الهاي كورت زي ما تقول الدستورية تطالب حاجة غريبة جدا منع تداول الأهد القديم لأن فيه ما فيه ما يحد من عظمة الحضارة المصرية القديمة ده في المحكمة العليا الأيرلندية؟ محكمة العليا في دابلين في الأيرلندا يوميها أنا كتبت مقالة قلت لها آخر المقالة سيدتي أنت أجنبية ولكن عروقك بها دماء مصرية أما نحن المصريون ففي عروقنا ماء لا دماء وحين يصبح المسؤولين عن تعلمنا وعن أثرنا وعن سيحتنا في عروقهم دماء مصرية وليست ماء لدماء الدنيا تتصلح كل عمل أول آخر لنما إحنا ما عندناش هذا الغيرة على هذه الحضارة العظيمة أي واحد يتكلم كلمة قد كده عن المسيحية أو العهد الأديم أو القرآن الكريم إذن يتقوم من أول إلى الأخيرة أنا عاوزكم تقوموا وتهبهم لما واحد ينال من حضارتنا دايا بحاجات كلها كذبة كذبة من الأول إلى الأخيرة دا يقفيني من سنة كارين شوبرت عمدة برلين التي لازالت عمدة برلين حتى الآن طلعت بالتصريح تقول كيف كان سيكون شكل العالم اليوم اليوم حطت تحتها خطين وعشر أو مية كمان لو لم تكن الحضارة المصرية القديمة أنا في أحد كان في مؤتمر في نيويورك وكان عزمانة واحدة سيدة هي وجوزها دكتور جرس وجوزها ميستر جرس وهي أستاذة في الحضارات القديمة قالت لي والله كده قالت لي بالرغم من الأمية والفقر في مصر إلى أن الحضارة تحت جلود المصريين قلت لها دا دارت تديني تعريف للحضارة what do you mean by civilization قالت لي civilization كلمة جاءت من civility وcivility كلمة اكشف عنها في القموس هتجد قصادها مكتوب politeness الأدب good manners and treatment to others هي الأدب ورقة التعامل مع الإنسان الآخر أو مع الآخرين رديت عليها وردت لها سيدتي كان كل مصرية كل مصرية يحفظ عن ظهر قلب ما سيقول له أمام محكمة العدل الإلهية حين يسأله 42 قاضي يمثلون 42 محافظة فكان فيه negative confession وبرضو positive confession الاعتراف الإنكاري والاعتراف الإيجابي أنا مش هقول لك من الاعتراف الإنكاري غير 34 حاجات حين يسأل هل كنت سببا في دموع إنسان؟ لم أكن سببا في دموع إنسان هل كنت سببا في شقاء حيوان؟ لم أكن سببا في شقاء حيوان هل عذبت نباتا بأن نسيت أن تسقيه ماء؟ لم أعذب نباتا بأن نسيت أن أسقيه ماء؟ هل تعاليت على غيرك بسبب علوة منصبك لم أتعال على غيري بسبب علوة منصبي هل رفعت صوتيك على غيريك أثناء الحوار لم أرفع صوتي على غيري أثناء الحوار كلام ده من خمس تلف سنة وفي الأعتراف ده 42 حاجة إنما أنا أخذك على طول للأعتراف الإيجابي هل كنت عينا للأعمى كنت عينا للأعمى كنت يدا للمشلول كنت رجلا للكسيح أشيله كنت أبا لليتيم قلبي نقي يداي طاهرتان ده اللي يخلي عالم المصريات ولا سبتش يقول نحن في حاجة إلى قرنين من الزمان حتى نصل إلى هذا المستوى الرفيع من الحضارة الإنسانية عشان نصل لخمس تلف سنة مضت إحنا عشان نتقدم نرجع لماضينا ونشوف كان فيه إيه كفاية قانون الأخلاق اللي موجودة اللي احنا كلنا دلوقتي بنتمنى ان احنا نوصل من الأول آخر ده كان فيه مصر مصر علمت العالم علمته الأدب علمته العلم علمته أن هناك حياة بعد هذه الحياة علمته أن هناك جنة ونار وأن هناك الصراط زي ما هو فيه مقبرة رمسيس ستة والجنة على يمين والنار على الشمال علمته كل شيء أنا مش شايف أي حاجة جديدة حتى بالنسبة للعلوم إيه سر دكتور وسيم في أنه أصبح هناك موضة وظهرت بقالها كذا سنة ولكن من واضح أن الأزمة تفشت واستفحلت على إنكار أن المصريين هم صناع وبنات هذه الحضارة وإن هناك من هبطوا من السماء ومن صعدوا إلى السماء مرة أخرى كائنات فضائية بنت الأهرامات ونحتت أبو الهول وكتبت مش عارف إيه وساعدت فيه هندسة المعابد إلخ إلخ كل هذا الهراء يرد على هذا هو رجل يهودي اللي النخاء ورجل معروف بأنه أبو علم النفس وهو سيجموند فرايد سيجموند فرايد له كتاب اسمه موسى والتوحيد يقول لنا عقدة اليهود الأزالية هي الحضارة المصرية القديمة طبعا رعاة غلم وقدامهم طب ما حصلش قبل كده معمار شاهق حضارة يعني لغاية النهاردة الناس محتارة فيها أما مسألة كواكب أخرى وحضارة جاية من كواكب أخرى صاحب هذا الكلام هو وهو الذي صاحب كتابين هو له سبع كتب في المواضيع دي إنما فيه كتابين منهم ترجمهم الأستاذ أنيس منصور الكتاب الأولى اسمه عجلات الآلهة اللي ترجمه الأستاذ أنيس الذين هبطوا من السماء والكتاب التاني اسمه عودة إلى النجوم ونقريتك كتابين دول بالإنجليزية ترجمهم الأستاذ أنيس الذين هبطوا الذين عادوا إلى السماء الكتب مترجمة كلمة بكلمة خريطة بخريطة كما هي ويعني كان مفروض الأستاذ أنيس يكتب ترجمة تاريك فون تانكشت صحيح ما هوش كلامه يعني إنما خلاص اللي راح راح يعني فهو صاحب الفكرة ده إنما يرد عليه حكتي بساطة نمرت واحد لو كانوا الذين هبطوا من السماء وكانوا يعني ليل ونهار معانا وعلمونا وحضرونا ووالآخر ما كانش يبقى فيه بردية موجودة في الفاتيكان عن نحوط مستالة مؤسسة الامبراطورية العظيمة اللي بتدرس في إنجلترا وبتدرس حتى الخطط العسكرية بتاعته واستفاد منها منتجام ريف الحرب العالمية الأولى واستفاد منها منتجام ريف كان في الحرب العالمية التانية إنما لورد ألمبي في الحرب العالمية الأولى استفادوا من الخطط بتاعته والأشار حتى على ألمبي في الحرب العالمية هو لورنس العرب قال له إرى الخطط بتاعت تحط مستالة وفعلا أراها ونفزها ونجح بيها يعني المهم تحط مستالة لوبردية موجودة في الفاتيكان بتقول أخبرتني كهنة أن سماء البلاد امتلأت بأجسام فضية لامعة أمرت بتسجيل هذه الظاهرة للأجيال القدم يعني دي حاجة غريبة الظاهرة غريبة لو كانت رواد الفضاء دول ليل ونهارها ما كانش يأمر بتسجيلها كحاجة فردي دي نمرت واحد نمرت اتنين اللي محترين في معرفة إزاي الحاجات دي كلها مثلا هرمات كانوا يقولوا مقابر خلاص دي لأتي مصر ما نقول لك مقابر إيه إحنا يعني اللي بقي من الأهرامات تسعة وتسعين ملقناش فيها مومية واحدة بغاية النهار فلو كانت مقابر فين المميوات بتاعتها حتى المأمون لما فتح الهرم الكبير ملقاش مميوات فيه دي الحاجة الثانية إنه واحد زي سينفرو الملك آآ له أربع أهرامات هيدفن في أربعة مثلا فإزا لو كانت إمن المحاة الأول له ثلاث هيدفن في ثلاثة فإزا المقابر إنما نقلت تسهلة اللي هو فيه العربية الكهربية دلوقتي حطوها باسم لأنه ظلموا وموتوا الأمريكان صحيح أخذ بالك وكان من رأيه أن هذه الأهرامات إنما هي آآ التي توضيء مصر كلها من الأول إلى آخر وإنها محطات لتوليد الطاقة وجاء يؤكد هذا الكلام أخيرا كريستفر دون في كتابه تكنولوجيا المتقدمة في مصر القديمة الهندسة المتقدمة في بناء المعبد ده بيقول إنها هذه الأبرهامات محطات لتوليد الطاقة وكتاب كامل بقى إزاي بتولد الطاقة من التكتونيك بليتس للصفاحة التكتونية بتاعة الكرة الأرضية والكتاب الثاني اللي هو بتاع دوغلاس كينيون اللي هو التاريخ المنسي وبيتكلم فيه برضا عن الأهرامات ما هيش مقابر ولا أي حاجة اللي يؤكد بقى الأهرامات دي تبنت إزاي أربعة من العلماء أرشيبالد تشايز مانج بيل جامعوا ستة وتلاتين وثيقة أصلية في الرياضيات المصرية القديمة وقسموها إلى مجموعتين مجموعة خاصة بالهندسة الدائرة وزي تجيب مسحيتها وزي تجيب نص قطرها وأعظم حاجة جابوها في قوانين الدائرة الباي 22 على 7 دا الغاية النهاردة ما فيش معادلة لأربرت أينشتاين أو بوهر أو كيبلر أو يانج أو ماكس بلانك أو جامعة دول كلهم يمكن يمشي معادلة من غير الباي مصر جابتها 3500 قبل الميلاد يعني العالم كله كان ماشي وراء المعيز ومصر بطلع قوانين داير والجزء الثاني العلماء الأربعة دول اللي هي قوانين المسلس الزهبي وكل دا من قبل الميلاد فإحنا عندين القوانين لهاندسي عندين القوانين الرياضي اللي بتقول إحنا بنينا إزاي فجاي تستغرب إنت طيب روح بص في القوانين اللي إنتوا اكتشفتوه أربع العلماء دول من الأول للآخر فإحنا عنديننا البرديات اللي بتقول الأساس بتاع علومنا جاية من إيه فطبعا مسألة فضاء خارجي وسكان كواكب أخرى إنسى إنما دي كلها يعني إن العدوة وإنتقادة مع هده فالحقد باقن في الصدور مقيمه هي عقدتهم مصر وعشان كده أولا هي وعشان كده حتى تقراها في المذكرات بتاع مشاشرات وزير خارجية البينجوريون يقول له لن يكون لإسرائيل لليد العليا إلى إذا دمرنا ثلاث دول حولنا يقول له إيه هم يقول له مصر سوريا العراق يقول له ما نقدرش إزاي يقول له نحولها إلى دولات متنحرة على أسس دينية وطائفية ونجحونا لا يعتمد على زكائنا بقدر ما يعتمد على غباء الطرف الآخر فرد عليه بن جورين قال له ننجح في العراق فيها شيعة وصنة وننجح في سوريا شيعة وصنة وأكراد ودروز وعلويين وأما في مصر فالكتلة الصلبة من المسلمين والمسيحيين يصب تفتتها ولكنه حاول معهم زي ما بيحاولوا في الصعيد وفي المينيا فدي كلها أصابع الصعيون ايه بتشغل ناس جهلة وهم مش عارفين هم بيعملوا ايه وكل ضد بلدهم الأول والآخر اللي بيعملوه ده لأن هي بص بص لأي بلد يعني كل أمة منقسم على ذاتها تخرم عمر ما أمة تخرب من بر كله هي من جو وده اللي بيلعبوا عليهم عشان كده الرئيس عم فتح السيسي دايما يؤكد على الوحدة والتوحد الشيطان ما يقدرش عليهم لو فيه وحدة وتوحد صحيح ها فطبعا هي دي عقدتهم احنا عقدتهم طبعا هي دي